أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد في ملف حلقتنا اليوم وفي المحور الأول رح نتطرق بالحديث عن صندوق الحج وهو مؤسسة حكومية نشأت وفق نظام مزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية منذ ما يزيد عن عشر سنوات ما هي الفكرة من هذا الصندوق وما هي أهدافه للحديث أكثر عن هذا الموضوع بنضمننا في الستوديو السيد فادي صالح صعوب مدير الاستثمار والفروع في صندوق الحج أهلا وسهلا فيك ستي الله يمسكك بالخير يعطيك العافية بداية نحكي شو صندوق الحج يعني لأنه كثير من المشاهدين ما بيعرفوا صحيح أخط ليلى أول شيء يا الله يسعد مساكي ومسا جميع المشاهدين اللي بتابعوا برنامجك طيب يا ستي في البداية صندوق الحج مؤسسة حكومية وطنية تأسست وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2001 واليوم بنشتغل باتجاهين نشتغل باتجاه الادخار وهنا رح نحكي عن الادخار ويعني إن شاء الله خلال حديثنا نتوسع بالحديث نعم نتوسع بالحديث ومن ثم استخدام هذه المدخرات فيها الاستثمار والتمويل نعم تمكن الصندوق وبفضل الله سبحانه وتعالى من تطبيق فكرة ماليزيا في الأردن اليوم إحنا لما نتطلع نلاقي أنه في ماليزيا في صندوق الحج الماليزي هذا الصندوق استطاع أن يعزز ثقافة الادخار لدى المواطنين الماليزيين ورفع ثقافة الادخار في هذه الدولة ونجد بأن ثقافة الادخار في هذه الدولة تصل إلى 46% تقريبا المواطن الماليزي يدخر حوالي 46% من دخله نعم في الأردن الحمد لله عملنا محاكاة لهذه التجربة الماليزية واليوم المواطن الأردني يدخر في صندوق الحج وعدد المدخرين في صندوق الحج اليوم يصل إلى حوالي 70 ألف مدخر نعم ويستطيع من خلال هذا الادخار أن يتمكن من أداء فريضة الحج وهو في سن مبكر كيف؟ اليوم هذه المدخرات تجمع في الصندوق ويتم تنميتها واستثمارها وتشغيلها وتحقيق عوائد عليها كل مدخر في صندوق الحج مضى عليه مدخرا وفي حسابه مبلغ لا يقل عن 3000 دينار ولمدة سنتين على الأقل هو يدخل للمنافسة ما بين أقرنائه للحصول على تصريح لأداء فريضة الحج بس مهيد تصريح كيف؟ إذا إحنا في إلنا نسبة معين للأردن وإلنا شروط لازم يكون يعني أعمار كبيرة إحنا منعرف كيف هو شاب بده يعمل عن طريق الصندوق نعم يا ستي بفضل الله سبحانه وتعالى وعن تأسيس الصندوق استطاع الصندوق أن وفق القانون أن يأخذ حوالي 20% من الكوتا اللي جاي إلى الأردن من خلال السعودية يعني كل سنة من الكوتا اللي بتيج إلى الأردن من السعودية لصندوق الحج 20% 20% كل سنة فإحنا في صندوق الحج منطلع حوالي 2000 حاج بشكل سنوي واستطاع الصندوق بفضل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من خلاله إلى ويحصل من خلال الصندوق مواطنين آلاف المواطنين حصلوا على تصريح لأداء فريضة الحج وهذا من خلال تشجيعهم وتشجيع ثقافة الادخار عندهم اليوم نحن نحن نحكي عندنا حوالي 70 ألف مدخر هذول الناس مدخرين في مؤسسة حكومية وطنية نعم مؤسسة استطاعت أن تعزز ثقافة الادخار وليوم نحن وحضرتك بتعرفي قديش إنعكاسات ذلك وآثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن ككل طبعاً بس أنت الهدف أنه تشجع المواطن الأردني للإدخار عشان يعمل فريضة الحج يعني وله هي واحدة من الأهداف المحققة من إدخاره يعني فلوسه بتضل إله نعم مش إنه إذا طلع حج بتكون راحت عليه صحيح يا ستي أساساً هو الإدخار بغية أداء فريضة الحج بغية أداء فريضة سامية كلنا نتمنى أن نؤدي هذه الفريضة طبعاً خصوصاً بعمر صغير يعني صحيح يعني هو إدخار لغاية سامية حلو اليوم إجا دور صندوق الحج إنه هاي الأموال اللي انوجدت في حساب إدخار لهؤلاء المواطنين برضو إنه يشتغل على تنميتها واحد عشان يساعد هؤلاء الأشخاص إنه ينمي مدخراتهم عشان نصل الهدف المطلوب نعم اثنين نجد من أهداف الصندوق أنه يستخدم هذه الأموال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية كيف في اليوم في عنا جانب كثير مهم ومشرق في تنمية الأراضي الوقفية وخير مثال وخير دليل على ذلك عنا مشروع بفضل الله سبحانه وتعالى بالتشارك ما بين دائرة تنمية أموال الأوقاف في محافظة العقبة العزيزة عاملين مشروع مول تجاري اسمه سوق البحر بمساحة 18 ألف متر بواجهات بحرية كاملة هذا المشروع يعني يوفر فرصة وفرص عمل ممتازة لأهالي محافظة العقبة نحكي على ما يزيد عن 400 فرصة عمل لأهالي المحافظة استثمار مباشر من خلال صندوق الحج بالتنمية والتشارك الحكومي الحكومي مؤسسات الحكومية تتشارك وهذا مثال وخير دليل على تشارك مؤسسات الحكومة مع بعضها نعم أكيد يعني رح نحكي أكثر عن الأمثلة التي تقوموا فيها من ناحية الاستثمار كمان هذا مهم جدا لكن سمحنا نطلع فاصل فاصل وراجعين إن شاء الله أهلا وسهلا فيكم جديد مكملين بمعلق أعمال وعن نتحدث عن صندوق الحج بجدد ترحيب فيك الله يحفظت أهلي فيك أهلا وسهلا فيك إحنا كنا عم نحكي عن صندوق الحج من ناحية الإدخار الآن في شق الاستثمار بلشنا حكينا عن استثمار في العقبة لكن لو بنا نحكي هل هناك محفظة استثمارية موجودة بصندوق الحج وبأي شتب تستثمر يا ست اليوم قبل قليل كنا نحكي بموضوع الإدخار وقلنا إنه هذا هو مصدر الأموال الموجود في صندوق الحج مدخرات المواطنين وقلنا اليوم وصلوا حوالي سبعين ألف مدخر اليوم بدنا نطلع على استخدامات هاي الأموال استخدامات هاي الأموال لدينا إحنا اليوم بنشتغل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعملنا بنوجه هاي الأموال لأنها هي أموال جميحة تحت الطلب عدد المدخرين سبعين ألف موجوداتنا اليوم وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد عمل زاد عن حوالي عشر سنوات حوالي 350 مليون دينار فروع منتشرة في الزرقاء في العقبة في إربد في الكرك دائرة التمويل وقسم التمويل في العاصمة الحبيبة عمان هذا الحكي كل ياته بيحتم على الصندوق أنه يستثمر ويستخدم هاي الأموال وفق الطرق الاستثمارية الآمنة وفق أحكام الشريعة الإسلامية حلو لذلك اليوم بننظر أنه في عنا محفظة تمويلية وبنمول كل أشكال التمويل حسب منتجات التمويل الإسلامي من المرابحة والإيجارة تستطيع أنك تتملكي شقة أرض سيارة يعني خدمة التمويل لأفراد صحيح للأفراد ولازم يكون مشترك منتصر للصندوق لا 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 أبدا اليوم المدخر شيء والحاصل على تمويل شيء آخر حلو اليوم نحن بنحقق قضية وتعاونوا على البر حلو وتعاونوا على البر يعني لو عندي مدخر بحط أمواله في صندوق الحج وبالمقابل أنا بقدم خدمات لأفراد آخرين يستطيعوا أنهم يتملكوا شقة سيارة أرض مواد بناء وفق أحكام الشريعة الإسلامية وفق نسب أرباح ممتازة حلو هاي العوائد اللي نحن بنحققها على هاي المحفظة التمويلية وغيرها من المحافظة الأخرى اللي نستثمرها فيها البنوك أو المحفظة العقارية هذه العوائد تعود على المدخرين في نسب أرباح ممتازة واستطاع الصندوق بفضل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أرباح جيدة زادت عن الأربعة بالمئة وكذلك وصلت إلى حوالي الخمسة بالمئة السنة الماضية وإن شاء الله نتوقع خلال الأسبوع القادم طبعا من خلال رئيس مجلس إدارة صندوق الحج معالي الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة أنه يصير فيه اجتماع إن شاء الله وعننا الأسبوع القادم ويعلن عن أرباح صندوق الحج ونتوقع إنها تكون قيام الأرباح وأرباح طيب إن شاء الله نتركها الإعلان معالي الوزير في حينه إن شاء الله خلال الأسبوع الجاي في تكاملية بالعمل ما بين الإدخار وما بين التمويل ثم يستطيع المواطن أن يستفيد من كل هذه الخدمات بأريحية بس فيه شغلة أنا كمان حاب نوه إليها أن المواطن الأردني يستطيع أن يحصل على خدمات الصندوق إما بالزيارة المباشرة لفروعنا أو للإدارة أو من خلال الإدخار في حسابات التمويل المفتوحة في حسابات في داخل البنك الإسلامي الأردني وفي بنك صفواء الإسلامي هذه البنوك تقدم خدماتها من جميع النوافذ العاملة فيها في كل الفروع المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية تقدم خدمة الإدخار للمواطن الأردني لحساب صندوق الحج نحن حكينا في استثمارات في محفظة استثمارية بأي قطعات تستثمارها؟ والله يا ستي اليوم صندوق الحج بفضل الله سبحانه وتعالى يتطلع دائما على الاستثمارات الآمنة ولديه لجان متخصصة تعمل منذ أن يصل لدينا طلب تمويل على مستوى طلب تمويل في لجان متخصصة تنظر إلى هذا الطلب وتدرسه وتعطي قرار منح التمويل بناء عليه حتى نحمي أموال الصندوق وحتى نحمي المواطن الذي يحصل على هذا التمويل لذلك هذه اللجان حسب صلاحياتها تقوم بدراسة هذه الطلبات حتى ضمن لجنة التمويل ولجنة الاستثمار وحتى مجلس الإدارة في بعض المبالغ يقوم بدراسة هذه الطلبات لكي يكون قرار الاستثمار ومنح التمويل قرار صحيح لنحافظ على أموال المدخرين وأبشرك اليوم وأبشر كل المدخرين بفضل الله سبحانه وتعالى أن الصندوق يحقق أرقام طيبة جدا والمتتبع لأرقام الصندوق يجد بأن الصندوق ينمو سنويا بمعدل ما بين 25 إلى 30% بشكل سنوي على مستوى المبالغ المدخرة وعلى مستوى أعداد المدخرين من خلاله استفاد الآلاف من المواطنين المدخرين وأدوا الحمد لله فريضة الحج من خلال هذا الادخار كذلك استطاعوا أن يحققوا عوائد طيبة على حساباتهم وحساباتهم وهي تحت الطلب وهذا طبعا شيء جيد يبحث عنه أي مدخر في أي مؤسس يعني رسالة الصندوق هي رسالة سامية مبدأ الادخار يعني كمان هو مبدأ اقتصادي مهم جدا ممكن نفتقره في الأردن ثقافة مهمة ثقافة جدا مهمة فأنتم تعززوا هذه الثقافة بشكل سريع وآخر سؤال إذا أشخاص حبين ينموا لهذا الصندوق ما هي نسب الادخار كيف ممكن يعني يدخلوا؟ يا ستي اليوم إحنا صندوق الحج بيحكي كل مواطن أردني يستطيع أن يفتح حسابه الادخاري من مبلغ عشر دنانير ومضاعفاتها نعم بيجي على صندوق الحج على البنك الإسلامي اللي بيوفر هاي النافذة الادخار أو بنك صفوة بيدخر من مبلغ عشر دنانير ومضاعفاتها في حساب تحت الطلب حيلو كل مواطن أردني في حسابه مبلغ لا يقل عن ثلاث ألاف دينار مضى عليهم سنتين والأنثى ست ألاف دينار إن شاء الله أنا أتوقع ضمن ثلاث أربع سنين إن شاء الله إنه يكون حصل على تصريح لأداء فريضة الحج إن شاء الله وأنا يعني اليوم لازم أشير إنه إحنا مؤسسة حكومية وطنية ساهمت في تعزيز ثقافة الادخار لدى المواطن الأردني وهذا شيء مش سهل إنه يكون في عندك مؤسسات تسعى إنها تنمي ثقافة الادخار وعلى الأخص نحكي مؤسسة حكومية وأنا أتمنى لها كل الخير إن شاء الله إن شاء الله الله يعطيكم العافية ونتمنى دائماً نحكي عن الصندوق في كل المحافل في كل الجوانب الطيبة إن شاء الله الله يعطيك ألف عافية سيد فادي صالح الصعوب مدير الاستثمار والفرق الله يعفضك شكراً جزيلاً لإله نحن نشكرك 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 التلفزيون الأردني اللي دائماً بيسمحو لنا بتيحولنا إنه نحكي عن مؤسساتنا الحكومية ونحكي عن صندوق الحج بشكل خاص الله يعطيك ألف عافية شكراً إليك شكراً للمشاهدة